نبدأ وردوانا ما نكثرش الهضراء بزياف ردوانا راح دائما قال لي بتكثرش الهضراء بزياف نبدأ بالجرائد الجرائد وش قالت الصح آفع اليوم الخميس جريدة وقت الجزيرة وش قالت هذه هي المواد الممنوعة من الاستيراد يش معت الخير لو بك ملي قضية على الاستيراد كيف نقول الاستيراد وش معناها استيراد هو أنك تجيب الحواية جداعة الصورة بالعملة الصعبة بالعورة وبدو العرب كلش المهم احنا عدنا مشكل في العملة العملة كي باهم بيعوا البترول باهم نجيبوا العملة والعملة هذه لازم نصرفها بحواية جلي كي نصرفوا عشرة عورو نخلقوا حاجة لجيبنا مئة عورو هذا هو الاستثمار وهذا هو كي نصرفوا الظروفة بالعسل بس صاحبها تروح تديلي دراهم من البونكا وتروح تجيبهم لي مايو ناس او كيتشوب يخي يسمونه كيتشوب ارضوان كيتشوب المايوناز وشنو المايوناز عيشة راه هنا قلوا لها تقول لي المايوناز بها يخدمه بالبيض والقارس والثاني والزيت يه والباطاطا مرحية يشمعها كيفه المايوناز لي تخدم بالزيت والبيض والباطاطا مرحية يه يا عيشة ما تبهد لينيش كل اللي كيف هي يخدموا المايوناز المهم المايوناز يتخدم بالبايض والزيت وهذا مكان كيف هي يا عباد الله روحو نخسروا الاتراب انبيعوا البترول تعصون اتراك بها نجيبوا المايوناز وانبيعوا البترول بها نجيبوا الكيتشوب وانبيعوا البترول هل ماش نجيبوها ذاك وسموها اللي الفينيقراكة هل الفينيقراك خلال شوية قارس شوية قارس وشوية زيت ولي عندك فينيقراك ليه يتخذ على باكم اللي يلحقنا الربعين مليون اورو تعمايوناز وكيتشوب ربعين مليون اورو عبوك نشرو بها نشرو بها بورتاظيو حاملة الطائرات يسموها حاملة الطائرات الشي غنوي كيما نقوله جون كينيدي وإيزن هاورد ها المهمة جمعة هادا العقلية تاع الاموال تاعنا اللي نصرفها في الله الحواج الخورطي لمعدها حتى منفعه ماذا بنا نبدل الثقافة هذي ثقافة تعل بذر الظراهم قايفي حواج نجيبو حاجة اللي تنفعنا في البلاد اللي منها ندروا استثمار ندروا مداخل هذي وي هالمهم بدل لي الجورنال الاخر آه النهار النهار وش قالت؟ قالت آلاف الملايير على الرقارات ومئتين وخمسين مير متهم بالفساد أجماعة النهار راي قالت أول مرة نقوله النهار قالت النهار شكون جريدة مئتين وخمسين مير رايك مقالتين أجماعة كينكثر كينكثر وانا كينقول أكثر لأنه أجماعة التنمية والأموال اللي راي تصرف فيها الدولة الجزائرية باش تدير التنمية تروح للسلطات المحلية عدنا سلطة مركزية هنا في آل جي تبعث الميزانيات تعال التنمية وتعال للولايات وللبلديات وا 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 نظركها على باكم في البلدية وش فيها؟ فيها طرابو بيبليك وفيها ليدروليك وفيها الباطيمة وفيها ليك ليراش بيبليك هذو الربح قطاعات وين تروح تقى فيهم الفزاد تقى مثلا تقى مثلا مشروع تعالي كليراش بيبليك فيه ربعة كيلوميت فيه ألف بوتو لما في الكوارت ألف بوتو بس عكي تروح للحقيقة تقى تسمنا مئة بوتو مئتين بوتو ما أكلينها غير في بناتهم تقى مثلا الطريق في طرابو بيبليك الطريق مخدومة مضامية بالكارونت بالفان بالطريس بالتيف بالتوفنا ومبعد الفاو منا هذي بك وقت كي تروح للميدان تقى مخدومة بالترابو شوية غوفريت ومنا وطبع الخاوطة وفاكتوري الطريق سمانة مجدهاش ليدروليك الرقارة تطيحوا هذو الفساد اللي هادرت عليه النهار اما لا جمعت الخير راه جاي الفوت راه أه خليزي دي الليلينا ونهار اللينا تساني قلنا راه جاي الانتخابات المحلية يا جماعة خيروا ناس زينين عدم كفاءة وعدم مستوى اللي يسيرونكم البلديات خطر هاد المشكلات ناس خاطئ كاين عباد بكلاب ما يتصرحوا استيجع حاكم بلدية فيها مئة الف ناس عمان اطلق علي يا رزوان موسيقى موسيقى